وفاة الأديب العالمي جابريال جارثية مركز عن عمر يناهز السابع والثماني بعد صراع مع المرض تقريج النخول لمن يسأل من هو جابريال جارثية ماركز يجد الجواب في صحيفة الموندو الإسبانية التي صنفته عام تسعة وتسعين بين أهم أربعة كتاب في الألفية الثانية إلى جانب شيكسبير وميجال دي سيرفانتس صاحب دونكي شوت جارثية ماركز توفي عن عمر سبعة وثمانين عاما تمكن خلالها من خرق الحدود والفوز بجائزة نوبل للأدب عام اثنين وثمانين عن رواية مائة عام من العزلة التي باعت أكثر من ثلاثين مليون نسخة حول العالم كما له روايات أخرى حازت شهرة عالمية ومنها الحب في زمن الكوليرا خريف البطريارك ووقائع موت معلن أقام ماركز في المكسيك منذ عام واحد وستين بعد خروجه من كولومبيا لاتهامه بالتعامل مع مجموعات متطرفة جمعته صداقة متينة بالرئيس الكوبي الراحل في دالكاسترو وفي المقابل منع من دخول الولايات المتحدة لأكثر من عشر سنوات كولومبيا أعلنت الحداد ثلاثة أيام على جارثية ماركز الذي يعد خسارة كبيرة للأدب في أمريكا اللاتينية هو الذي كان سفيره إلى العالم المقابل منع الممتحدة